أفادت وسائل إعلام سوريا وماء الجمع أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على عيدة أهداف في محافظة حمات السورية في فجر الجمع مما أدى إلى مقتد زوج وطفليهما وصابة أربعة بدنيين بجروح بعثت وزارة الخرجاء السورية برسالة خاصة حول الهجوم الإسرائيلي إلى الأمين العام للأمم المتعدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حق الإنسان التابع للأمم المتعدة قائلة وفي الرسالة إن إسرائيل شنت أكثر من خمسين ضربة جوية على سوريا في غضون أقل من عام فقط وذلك ينتهك السيادة السورية واستقلالها وسلامة أراضيها كما ينتهك حقوق الإنسان في سوريا والقانون الدولي دعت العكومة السورية الأمم المتعدة والمجتمع الدولي إلى أداء واجباتهما وإدانة السروق الإسرائيلي